بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدن ويبشر المؤمنين الذين عملوا الصالحات أن لهم أجرا حسنا ما كثين فيه أبدا وأشهد أن نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد رسول الله إمام المرسلين وخاتم النبيين وصفة خلق الله أجمعين اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته والدعين بدعوته والعاملين بسنته بإحسان إلام الدين وسلم اللهم تسليما كثيرا أما بعد مشاهدي الكرام أهلا بكم ومرحبا في هذه الحلقة حول فضل العشر الأوائل من زي الحجة وهذه الأيام العشرة التي من الله على البشرية فيها بل على أمة المسلمين خاصة بأعظم الفضل حين من علينا فيها بمنن لا مثيل لها في العام كله وفي الحديث قال صلى الله عليه وآله وسلم ألا إن لربكم في أيام دهركم لنفحات ألا فتعرضوا لها ومن هذه النفحات نفحات هذه الأيام العشرة والنبي أمرنا بالتعرض لها بالبحث عنها بالحصول على أسمى ما فيها والظفر بأعظم ما فيها هذه الأيام العشرة التي أقسم الله بها في القرآن والقسم في القرآن لا يتأتى إلا بأمر عند الله عظيم جلل لذا قال تعالى والفجر وليال عشر والشفع والوتر هذا القسم بالليال العشر جمهور المفسرين قالوا إنها الأيام العشر الأوائل منزل حجة الأيام العشر الأوائل منزل حجة وينذكر بعضهم الأيام الآخر أو الليال عشر من رمضان لكن الحقيقة جمهور المفسرين على أنها الأيام العشر منزل حجة ورب أقسم بليلها وأقسم بوترها وأقسم شفعها والفجر وليال عشر وبدأ بالفجر ليعلمنا أن هذه الأيام قد تفجرت من أول لحظة عن منا وعطايا لله عز وجل لا حدود لها لا حدود لها والفجر ثم قالوا وليال عشر ليجمع الليال كلها مع أيامها فإذا ذكرت الليال وهي دون الأيام في الفضل فمن باب أولى فضل أيامها والفجر وليال عشر ثم قالوا والشفع والوتر صلواتنا فيها عباداتنا فيها وسنأتي على بين فضلها الحقيقة لأن فيها تفصيل طويل جدا والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم الذي حجر في هذه الأيام وفي هذه المنن وفي هذه المنح وفي هذه النفحات قسم الذي حجر لكل عاقل لكل راشد والحجر هنا بمعنى العقل فالعاقل هو الذي يدرك فضل الله عز وجل ويسعى لتحصيل ما فيه من خير والحقيقة من أعظم ما وعد في فضله هذه الأيام حديث الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت بالصحيح قال صلى الله عليه وسلم ما من أيام العمل فيها أحب إلى الله تعالى أحب إلى الله تعالى من أيام العشر أي العشر الأرمز الحجة قال الصحابة والتعجبين ما من أيام العمل الصالح فيها أي عمل صالح يعدل هذه الأيام يعدل هذه الأيام ما من أيام العمل الصالح فيها أي عمل صالح كل عمل الصالحة بكل أصنافها وحوالها ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله تعالى من أيام العشر الأوائل منذ الحجة فقال الصحابة المتعجبين يا رسول الله حتى الجهاد في سبيل الله أي حتى الجهاد في سبيل الله لا يعدل أي عمل صالح في هذه الأيام قال حتى الجهاد في سبيل الله أعظم عطاء يعدمه العبد أعظم عطاء يقومه العبد بل كما ثبت في الحد الصحيح عديث معاذ من جبل قال ألا هل أدلك على رأس الأمر وعموده وزروة سنامه قال بل يا رسول الله قال رأس الأمر إسلام وعموده الصلاة وزروة سنامه قمته الجهاد في سبيل الله قمة الدين لا تعدل العمل الصالح في هذه الأيام قال ولا الجهاد في سبيل الله ثم فصل واستثنى فقال إلا رجلا إلا رجلا خرج بنفسه وماله أي خرج مجاهدا بنفسه ومجاهدا بكل ثروته لم يبق منها شيء إلا رجلا خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء ماله كله رحلة ثم نفسه نالت الشهادة ما عاد من ذلك بشيء هذا فقط وحده الذي عمله الصالح يعدل أي عمل صالح في هذه الأيام أي مننا أعظم من أن أي عمل صالح في هذه الأيام يعدل الجهاد بالنفس والمال بل والنيل الشهادة وده معنى خطير جدا الشهادة لا يعدلها عمل ففي الحديث الصحيح قال صلى الله عليه وسلم يغفر الشهيد مع أول قطرة دم منه جميع ذنوبه إلا الدين إلا حقوق العباد التي تبقى لتوفى إذا ندرك هذا المعنى غفران الذنوب كلها بطاعة واحدة بعمل صالح واحد مسألة الحقيقة خطيرة جدا والناس عنها في غيبة خاتلة ما من أيام العمل الصالح فيها أحب الله تعالى من أيام العشر قالوا ولا الجهاد في سبيل الله ورسول الله قالوا ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجلا خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء هذا الفضل العظيم جدا 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 لكل الأعمال الصالحة في هذه الأيام كلها فما بالنا وهذه الأيام نفسها تباينت وتفاضلت فيوم عرفة يوم لا يعدله في الفضل فضل وفي الحديث الصحيح قال صلى الله عليه وسلم ما طلعت الشمس ولا غربت على يوم أفضل عند الله من يوم عرفة من يوم عرفة يوم بالعام كله يوم بل بأعمار الخلق ما طلعت الشمس ولا غربت على يوم أفضل عند الله عز وجل من يوم عرفة وسنأتي عليه بشيء من تفصيل فالحقيقة فيه يوم عرفة فيه أيام النحر فيه أيام النسك كلها فيها أداء الفرائض كلها ما اجتمعت الفرائض في أيام كما اجتمعت في هذه العشر فالصلاة فريضة دائما في كل الأوقات وسنى لنا الصيام في هذه الأيام واجتمعت فيه فرط الحج التي لا تتأتى في العام كله إلا في هذا التوقيت فليس لها مكان ولا زمان إلا عرفة في أيام عرفة في يوم عرفة نعم النسك بل هي من أشهر الحج التي نص على القرآن الكريم قال تعالى الحج أشهر معلومات تبدأ من بعد رمضان شوال ذي القعدة والعشر الأوائل من ذا الحج أيام الحج هذه أيام نسك أيام فضيلة لا حد لها في الآجر ولذا فتح النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث العجيب ليبين لنا أن فضل كل الأعمال الصلحة فيها لا يعدلها فاضل في أيام نسك والعبد يشارك فيها كل حجات حتى الذي لم يحج سن له من السنن ما تجعله مشاركا للحجيج في أدائهم وفي مناسكهم سننا في هذه الأيام أن يكون لنا أضحي كما يضحي الحجيج سننا لنا في هذه الأيام أن يكون لنا دعوات صالحات كدعوات الحجيج لأنها أوقات إجابة سننا لنا فيها الطاعات كلها من صلاة من صيام من زكاة من صدقات من بر من صلة رحم كل هذه المعاني مفتوحة مفتوحة على مصرعيها كل عمل صالح منها لا يعدله إلا الجهاد بالنفس والمال والشهاد باب عظيم جدا 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 لا حدود له لا حدود له ولذلك رب العباد بعد أن ذكر هذه المعاني في صدر صورة الفجر والفجر وليلة عشر إلى أن قال هل في ذلك قسم الذي حجر ثم عرج تعريض عجيب ليبين لنا عظم هذا الأمر فهددنا تهديد خطر جدا الأمم التي سبقتنا وأعطيت هذا الفضل ماذا جنت من تضيعها هلكت بل دمرت فبدأ بذكر أشد الأمم دمارا والتي من عليها بهذه المنان فأبتها فقال تعالى ألم تر كيف فعل ربك بعاد كيف دمرهم ما استفادوا بنعم الله ولا استفادوا بطاعة الله ولا استفادوا بفضل الله ولا استفادوا بنفحات الله النتيجة ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد الذين بلغوا من التطور ومن القمة ومن التحضر في الدنيا أن سادوا الأرض وحكموا الأرض كلها بأكملها من شرقها لغربها لشمال لنوبها عاد بلغوا بمرحلة كانوا يتحدوا العالم كما نص القرآن الكريم وأما عادوا فالتكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة لم يرد الله عليهم بقوة أمة من الأمم فلم يكن هناك أمة عديلهم أو تقترب حتى منهم بل رد عليهم بقوته قال ألم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منه قوة وصل لمرحلة بنوا مدينة إرم كل الأوصاف التي سمعهم رسلهم عن الجنان حاولوا إيجادها في هذه المدينة حتى وصفها تعالى بقوله إرم ذات العماد على قولين من أهل السعين بعضهم قال لا ده إرم اسم القبيلة نفسها وكانوا من العظم ومن القوة لكن حقيقة ظهر السياق يقول إرم ذات العماد وصف للعمد التي بنيت وللعظم التي قامت في هذه الحضارة الكبيرة جدا ومع ذلك رب العباد لم يشكروا نعمة الله ويستفيدوا من نفحات الله كانت النهاية الإبادة والتدمير وجزاكم الله خيرا لحسن استماعكم وتابعتكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اشتركوا في القناة